منذ انقلابهم على الدولة في عام 2014 عمد الحوثيون إلى تغيير ملامح الهوية اليمنية بما يخدموا سياستهم وأفكارهم ولاسيما بتغيير المناهج في وزارة التعليم التي يتولى حقيبتها في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي والذي عمل بدوره على إحداث تغييرات كبيرة شملت الجانب الإدارية والمناهج في مؤسسات التعليم كافة بدعم ومساندة إيرانية تستدف إحكام قبضة إيران على اليمن في مناح الحياة كافة ففي مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يركزوا في المناهج التعليمية على الترويج لأفكار الحوثيين وتاريخهم الخاص وتحريف الوقائع التاريخية المهمة على حساب الهوية الوطنية اليمنية لتتوافق مع رؤيتهم وبما يخدم محاولاتهم المستمرة لتجنيد مزيد من المراهقين والشباب للقتال في صفوف الميليشيا ضد أبناء الوطن الواحد واقع دفع كثيرا من الآباء إلى إرسال أبنائهم إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية لإتمام تعليمهم هربا من مدارس طائفية التي تديرها الميليشيا المدعومة من النظام الإيراني وفق تقرير لصحيفة أندمندنت عربية التعليم في مناطق الحوثي بحسب ناشطين يمنيين ينشر التعصب والكراهية بين الطلاب ويرسم صورة مشوهة للمجتمع اليمني الأمر الذي أثر بالسوء في جودة التعليم وضعف مستوى الطلاب في المواد الرئيسة والتخلف عن التقدم التعليمي ونقص التوازن الثقافي بين مكونات المجتمع اليمني وتضييق الأفق الثقافي للطلاب وبحسب خبراء تربويين فإن اليمن يحتاج إلى تحسين منظومة التعليم والحفاظ على الهوية وهما من أهم الوسس التي ترتكز عليها الوحدة الوطنية وذلك لا يتحقق في ظل ما تمثله مليشيا الحوثي من خطر داهم على حاضر اليمن ومستقبله